مشاهدين الكرام تابعنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة هذا الجزء من فعاليات القمة السعودية الأفريقية بالرياض هذا ويشارك وزير الخارجية سامح شكري في القمة السعودية الأفريقية بالرياض وأوضحت الخارجية في بيانا أن كلمة مصر التي يلقيها سامح شكري في الجلسة الافتتاحية للقمة التي تنعقد تحت عنوان شراكة مثمرة تستعرض رؤية مصر لأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية لدعم الاستقرار والأمن في المنطقة لا سيما وأن مصر تعتز بانتمائها الافريقي والعربي